السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعين الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير زي ما انتو شايفين بقى في الصورة عندنا فيديو حلو قوي وكمان اردر حلو قوي تابعوا معي الفيديو الاخر ما تنسينيش بلايك واشتراك للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك على يا حبيبي يا رسول الله طبعا زي ما انتو شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها عندنا بقى شوية حمان كده تحفة هنعملهم بطريقة حلوة وجديدة وكمان هنعمل البطايا الحلوة دي برضو بطريقة حلوة او جديدة ان شاء الله تعجبكم يلا بقى نشوف عملنا ايه وقبل ما نقول عملنا ايه اتمنوا بقى كل حد نفسه في حاجة يتمنىها ان شاء الله في السنة الجديدة ودوة اول فيديو لي انا ازله على القناة في السنة الجديدة يا رب يبقى وش الخير والسعد ان شاء الله وكل واحد نفسه في حاجة ان شاء الله ربنا ينول هلو تعالوا بقى هنا بداية كده أنا جبت البط والحمام غسلته وزي ما انتو شايفين حطاهن في محلول النقع وغسلت الايه الكبدة والأنسة بتاعت البط وبتاعت الحمام وكل حاجة حطاهن في طبق لوحدة تعالوا بقى نبدأ بقى يععمل真的 لما البط والحمام يتنقعوا شويا نعمل بقى الحشوة بتاعتهم ايه بقى الحشوة زي ما انتو شايفين هنعمل حشوتين حشوة تريك وحشوة روز بداية كده بأول حلة حطيت فيها معلقتين كبار سمنة ونزلت ببصلتين كبار والحلة التانية نفس الكلام حطيت معلقتين كبار سمنة ونزلت ببصلتين كبار مفرومين في الكب بنيا تمام؟ أنا هحط كل الحلل بتاعتي على النور وأطع البصل كله الحاجة اللي هتاخد معي بصل هابدأ بيها بالأول وزي ما انتو شايفين الحلتين التانين واحدة هعصك فيها لحمة نزلت بيها بمعلقتين من السمنة والتانية هعمل بيها تسبكة المحشي نزلت بحوالي كباية لربع أو نقوم نص كباية من الزيت ونزلت عليها ببصلة مفرومة في الكبه يبقى أنا كده خلصت كل البصل والكبه مش هحتاجي الكبه تاني وهخلص الحاجات اللي بتاخد وقت كلها مع بعض تمام؟ تعالوا بقى نشوف بعد لما البصل أخد لون كده زي ما انتو شايفين حنزل عليه بالكبد والأوانس بتاعت الحمام طيب ما بتعملي الحمام حط الكبد والأوانس مع بعض لأن الاتنين بياخدوا سوا واحد بتبقى بتستوي على طول لكن البط بقى هحط الأنسة بتاعت البط الأول ما قطعها زي ما انتو شايفين حتة صغيرة هنزل بها الأول وشوية وبعدين هحط الكبدة تمام؟ زي ما انتو شايفين كده نزلت بقى بالتوابل الأول لما بحط الكبدة والأنسة نزلت بقى بالتوابل بتاعت ملح وفلفل اسود وشوية ارفق ودي مهمة جدا وقوعة تنسوها يعني ربع معلقة صغيرة ارفق وكمان بحط بقى في الحشوة بتاعت الفريق أنا هحش الحمام بفريق بحط فيه رشة صغيرة من جسد الطيب ده بقى الاختلاف بين الفريق وبين الرز الرز مش بحط جسد الطيب لكن في الفريق بحط له رشة صغيرة من جسد الطيب مع القرفة والملح والفلفل اسود تعالوا بقى نشوف الفريق الفريق ده فريق الضحى أنا بستخدمه هو أحسن فريق موجود في السوق مش بيبقى مش بيبقى فيه يعني توب أو زلط يعني بيبقى نزيف تمام؟ فانت لازم تجيب الفريق كويس أنا غسلته كده شوية نقعته الأول حوالي ربع ساعة كده وبعدين قمت بمصفيرة من المياه كويس ونزلت بيه زي ما انتو شايفين حبد أشوح فيه كويس قوي وحنزل عليه بقى بشوية ايه؟ زبيب أنا لغاية دلوقتي ما حطت لهوش مية زي ما انتو شايفين بشوح فيه كده مع شوية الزبيب والتوابل والكبدة والأنثة بعد لما اتشوحت مع البصر تعالوا هنا بقى نشوف الحشوة التانية اللي هي بتاعتها روز طبعا أنا عملتها معكم قبل كده بس عملتها للحميم المراتي بقى هنعملها للبط زي ما انتو شايفين نزلت برضو ايه؟ بعد لما الأنثة يعني اتشوحت شوية كده ولو فيها مية نزلتها وشربتها كده بتاع عشر دايق عن نور قمت نزلت بالايه؟ بالكبدة بتاعت البطة تمام؟ طبعا الحاجات دي الكبدة والأنثة بتقطعها حتة صغيرة وبعد كده نزلت بالرز زي ما انتو شايفين كده وحبدا اشوح بقى ايد هنا وإيد هنا اشوح هنا حبة وهنا حبة زي ما انتو شايفين وحنزل عليه برضو بشوية صغيرين من الزبيب نقول ربع كباية من الزبيب وحبدا بقى اقلب اقلب لغاية لما الرز او الفريق يخرفش كده معيه هنا بقى الرز محتاج بقى ايه؟ شوية ملح وشوية فلفل اسود زودت له لكن انا حطيت اول لما نزلت بالكبدة والأنثة حطيت طبعا نفس التواب الملح وفلفل اسود وإيه؟ وسنة قرفة ما تنسوش يا جماعة القرفة بجد بتدي طعم رهيب في الحشوة الرز تمام؟ تعالوا هنا بقى انا حطيت بقى الرز والفريق وطيت عليهم النار خالص بعد اما اتشوحوا كويس وحطيت عليه كل واحد فيهم ربع كباية من المية وغطيتهم كده زي ما انتو شايفين على نار هادي عسيبهم حوالي ربع ساعة انا ما بحطش مية لانا سوي الحاجة تلاتة ربع سوى عشان ما تعجنش مني لأ انا بفضل اشوح فيها كويس قوي وبعد كده بقوا محطة ربع كباية مية صغيرة ومهدية النار هادية جدا شامعة كده واسابهم بقى ايه البخار العرق مع البخار كده زي ما انتو شايفين الغطم عرق كده حيسويهم تمام؟ تعالوا بقى نشوف عملت ايه البصل اللي انا كنت مشوحها لللحمة العصاج نقلته في الطاصة زي ما انتو شايفين كده بعد اما اخد لون حلو وبعدين عشان اعرف اقلب اللحمة العصاج كويس وقمت نزلها بحوالي كيلو الربع من اللحمة علشان اعصاجها وحطت عليها التوابل بتاعك سين شوية ملح وشوية فلفل اسود تمام؟ تعالوا هنا بقى ايه وده الفريكة هو زي ما انتو شايفين شايفين بقى مفلفل ازاي؟ مفلفل ومستوي وبصوا طحفة عشان كده انا مش بحب حطله مية علشان ما يعجنش مني ودي روز نفس الكلام الربع كوباية المية دي عتخليه طري وعتخليه يستوي جوه الحاجة عايز اقول لكم على حاجة كمان الحشوة دي ممكن تحشي بها فراخ محشية كانت فيه واحدة ايلالي الفراخ المحشية تحشي بها فراخ محشية تحشي بها اي حاجة بط وزة حمام بنفس الطريقة بالزبط الحلة التانية اللي انا قلت لكم بتاعت صلصة المحشي نسيت اقول لكم بس طبعا انتو عارفين انا عملت معكم المحشي قبل كده بعد اما البصلة تشوحت نزلت بمعلقتين من الصلصة وبعدين نزلت بقى بطماطم مضربة في الكبه ونزلت عليها بشوية توابل ملح وفلفل اسود وشوية بابريكا وسبتهم لغاية لما يتسبكوا على نار هدي تعالوا هنا بقى نبدأ نحشي الايه الحمام زي ما انتو شايفين انا طبعا فصلة الجلد عن اللحم من البطن كده زي ما انتو شايفين بحشي من البطن الغاية الزوية زي ما انتو شايفين حشيت بقى كمية كلها انا مع حالي وبعدين تعالوا بقى نشوف حملنا ايه في البط طبعا الحمام والبط قبل ما حشيتهم انا كنت متبليهم غسلتهم طبعا شلتهم من المحلول النقع وغسلتهم كويس تحت الحنفية وبعد كده جبت بصلوية مع ملح وفلفل اسود وفاصلين حبهين وفيامتهم في الكبه وبعدين دعاكت بيهم الحمام والبط زي ما انتو شايفين بس مقطع الحمام طبعا ما تصورش بس نفس اللي انا عملته في البطة دي عملته في الحمام تمامت تدبلت البصل دي بتخلي طعم اللي احمزت نفسها يعني حلو وبعد كده بقى حشيها زي ما انتو شايفين البطة بالرز اللي انا عملته عايز اقول لكم على حاجة عشان الرز يستوي معاكم مايبقاش ني من جوه طبعا احنا كده كده مسوينه ما تجبسيش البطة يعني انا انتو شايفيني بحط بالمعلقة يعني بحشي قلب البطة بالمعلقة خلي يعني خلي فيه فرق بين الرز وفين يعني فيه فيه مسافة فاضية جوه البطة فاهميني يعني تحطي شوية وتسيبي مسافة برضو اللي الرز يعلى فيها وبعد كده قفلتها عايزي بخلة كده عشان تبقى شكلها حلو خلص تعالوا هنا بقى عشان نسلق بقى الحمام ونسلق البط حقيت بقى حلتين كوبار زي ما انتو شايفين فيهم ميا مغلية وحنزل عليهم بقى مناكهات الشربة بتاعتي حط الورق لوري وحبهان وبصل وتماطم ولو عند الجزر حطي وحط كمان ايه ملح وفلفل اسود تمام دي المناكهات بتاعت الشربة وبعد كده حنزل بقى بالحمام زي ما انتو شايفين بنزل بيه على ظهره علشان ما يفرقعش مني وبعد كده هم حاجة بقى في الحمام تبقى الحلو وسع عليه ونزلت بالبطة زي ما انتو شايفين تعالوا هنا بقى نكمل سوى اللحمة العصاج وايه وسنة بابريكا صغيرة احنا عاملة كمية لحمة عصاجة عشان هنعمل حاجتين اول حاجة بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه هنعمل الكوبيبة الشامية هنعمل ايه بصوا انا معي برغل ومعي لحمة مفرومة ومعي بصل وتوم وفلفل احمد حطيت كل الكلام ده على بعضه في الكب طيب حطيت ايه يعني مثلا انا هعمل ربع لحمة مفرومة هحطت قصده ربع برغل بس مش منقوع يعني انا لسه غسله وحطته في المصفى غسلته وحطته في المصفى وسبته يتصفق وايه يعني ما تصفي خالص تمام يبقى اهم حاجة يبقى البرغل ما نقعتهوش وبرضه برغل الضحى علشان يبقى ايه دعمه حل وما يبقاش ايه ناشف تمام يبقى انا غسلته بس غسلته بس وبعدين صفيته من المياه كويس ونزلت بيه على اللحمة والمقدار قدقيه ربع كيلو لحمة وصدهم ربع كيلو برغل اللحمة مفرومة حمرة تمام دي اول نقطة تاني حاجة حطيت بقى بصلوية وفصنتهم وحطيت بصلوية صغيرة جدا وفصنتهم وحطيت فلفل احمر اللي هو الالوان ده حطيت نص يعني حتة منه طبعا مش كله على ربع كيلو حتة صغيرة وحطيت كمان بقى التوابل بتاعتي ايه ملح وفلفل اسود وشوية بابريكا واهم حاجة بقى في الكرببة دي تحطي مرقة دجاج قصدي مرقة لحمة اللي هو لو عندك بودر اللحمة دي حطيها فانا حطيت منها معلقة يبقى دي العجينة بتاعت العجينة بتاعت الكوبيبة وزي ما انتو كشفتوا من شوية اللي انا بقى عجنتها كويس قوي في الكابة 3-4 مرات كده لغاية لما بقيت عجينة متمسكة وعايز اقول لكم كمان ايه هو المقطع عادة ودلوقتي انا بحشي السامبوسك بس دي سهلة اللي انتو عارفين اكيد تعملوها لكن التانية عشان كده بتتكلم معكم فيها لازم تبقى العجينة متمسكة وبعدين يعني يتكنك بتقوير حاجة كده وتحشيها بقى اللحمة المفهومة او اللحمة العصاج اللي احنا عملناها تمام يبقى كده خلاص الكوبيبة وازدخلتها بقى التلاجة لغاية المعادة القلي وهنا بقى حشيت السامبوسك بطريقة عادية خالص زي ما انتو شايفين تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه هنا بقى طلعت الحمام طبعا انا مختصة معكم الفيديو علشان طبعا هو اصلا طويل فطلعت الحمام وطلعت البطة البطة بقى حطت عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود ومحطة زبدة ودخلتها للفرن تحت الشوية تاخد لون لكن الحمام زي ما انتو شايفين كده جبت طوصة وقاليته بقى كده ايه بمعلاقة كبيرة من السامنة البلدي على شوية زيت انا بحب بقى للحمام بسامنة بلدي مع شوية زيت وزي ما انتو شايفين بقى لونه عمل ازاي بجد لونه تحفة وبس تعالوا هنا بقى بعد لما قليت الحمام حنبدأ بقى نقلي ايه حنبدأ نقلي اتجبت طوصة تانية بقى فيها زيت غزية ويبقى زيت سخن يعني الطوصة دي وقدلتها يكامل من الزيت حنقلي بقى سالكوبيبة زي ما انتو شايفين بقى حتشوفوا هي متمسكة ازاي بالطريقة اللي قلت لكم عليها متمسكة ومش هتفك خالص اهم حاجة يبقى زيت سخن وتفضلي تقلبي فيها كده وايه اول لما تنزلي الزيت زي ما انتو شايفين طبعا انا قلت لكم اللي الكوبية بقى اهم حاجة تبقى العجينة او نسيت اقول لكم على حاجة كمان وانا بحطها في الكبة كان في جنبي ربع كباية من المية ربع كباية من المية انا حطيت معلقة معلقة من المية هي ماخدتش معي ربع كباية المية عشان العجينة تلم معي لا هي اخدت معي نقول تلات معلق مية على قد ربع كيلو ايه على قد ربع كيلو لحمة على قد ربع كيلو برغل تمام يبقى تانى ما ادير الكوبابة ايه شايفين بس الاول لونها عامل ازاي ولا فكت ولا اي حاجة كانت رهيبة زي ما انتو شايفين جده عامل اول ودلوقتي بقى ايه حنقل السامبوسك واحنا بنقل السامبوسك بقى اول لما بتحطيها في الزيت شايفين بتتنفك ويبقى لونها جلد كده وتحفى ودهبي كده وتلاقيها تعمل بابلز كده صغيرة من كتر ما هي ايه موراقة يعني طبعا السامبوسك بعد لما حاشتها لحمة المنفرمة كنت عامل خليط من الزقيق بالمية وانا بقى بعد لما لفتها كلها في اخر حتة بقوا مسحها مسحة صغيرة كده وبعدين ايه عشان هو دوات اللزق بتاحها او السامغ بتاحها تمام تعال اقول لكم مقادير الكوبابة تاني مقادير الكوبابة بقونا لكل ربع كيلو لحمة او لكل كيلو لحمة كيلو برغل مش منقوع مخصول ومتصفي عليه بصلايا وفص طوم وحط يعني نقول ارنس وغير فلفل احمر اللي هو الايه الالوان او كطعة لو هو كبير تمام وحطيت كمان ايه التواب الملح وفلفل اسود وشوية بابريكا وهم حاجة فيها تحطي مرقة اللحمة البودر مرقة لحمة بودر تمام دي لو متوفر عندك طبعا انتو عارفين اللي انا بستخدم اللي هي يشيف بس وتعجينيها كويس اوي في الكابة يعني انا ضربتها في الكابة حوالي اربع مرات يعني كل مرة مسلا بتاع عشر دقايق لغاية لما تبقى عجينة متماسكة جدا وتحطي بقى وانت بتضربيها مع لقتين مية في كل مرة كده لغاية لما ايه تلف معاكي تمام وانت بقى بتشكليها بتفتحيها كده زي ما انتم شايفين كده انك بتقوري كوسة وتحشيها لحمة مفرومة وبعدين تقفليها ولو ملزقة بيلي ايديكي شوية مية تمام هنا بقى زي ما انتم شايفين قليت المنبار واحط عليه بقى بعد اما قليت وشايفين لونه تحفة ازاي ملح وفلفل اسود وشرشت بقدونس ونفس الكلام كده بالنسبة الايه للكبيبة وايه والسامبوسك تمام واد البطة طلعت لونها تحفة والحمام وحطيت الرز اللي تفضل تحت الحمام والبط والفة اهنا وشفة للحوات الصحاب واتمنى يعجبكم والسلام عليكم